ما نكون ما اتأخرناش عليكم او اتأخرنا مالش يا جماعة الشغل بيخلينا زومبيز واحيانا ما قدراش نعمل فيديوهات كتيرة بس نوعيتكو ان احنا هنزبط الفترة اللي جاية هنخلص موضوع الحرب العالمية الاولى خالص بتفاصيله والمعارف ونحضرن لكم محتوى ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم تعالوا نكمل حكاية وتفاصيل الحرب الاول مرة بيشوفنا في بلاي لست على اليوتيوب اسمها الحرب العالمية الاولى عليها كل الفيديوهات قبل الحرب والاسباب والحرب نفسها قيمت ازاي ودلوقت هنكلم عن تفاصيل الحرب قبلو نتكلم عن التفاصيل لازم نعرف احنا بنحكي من اي منظور المنظور بتاعنا نهاردة احنا نتكلم بس عن تايم لاين الاحداث المتتالية علشان في حدا ممكن يسألنا انتوا ليه ما تطرقتوش لتفاصيل التفاصيل بتاعة الحدث ده مش موضوعنا ممكن نبقى نعمل فيديوهات ممفاصلة على سبيل المثال هنتكلم عن الثورة الروسية احتلال فلسطين لورنس العرب الحاجات دي كلها هنعاتي عليها بسرعة الاهم بس ان احنا نعرف ترتيب الاحداث بالسنوات في اخر فيديو كنا بنتكلم على انه بريطانيا بدأت تشد على المانيا في البحر الموضوع بقى هيتدي انتقل من البحر للبر هتبقى حرب خنادق خنادق بتمتد لتلتمية وخمسين ميل خنادق شاقية وخنادق غربية الناحية الغربية هي ناحية فرنسا والناحية الشرقية هي ناحية روسيا وطبعا الالمان تفوقوا في بناء الخنادق لان عندهم تفوق هندسي ومعماري عمتا وما كانش في حد عارف الحرب عتخلص امتا فكانوا مزبطين قوي الخطط الهندسية بتاعت الخنادق متخرش الماء لو هنقسمها بالسنين فبريطانيا كانت متخطية المانيا في البحر سنة 1914 وكانت محصرها غرقت لها ثلاث سفن وكانت قصدا هي توقع لها الاقتصاد وتمنع المؤن وتجوع الالمان تماما نوع من انواع الحصار وبالنسبة للسفن فكان عدد السفن البريطانية تسعة وعشرين وصاد سعتاشر سفينة الالمانيا بس لكن في خمس ستمبر 1914 اللعبة تتغير تماما والسفينة البريطانية تغرق المانيا اللي بتغرقها فده بيدي ثقة لالمانيا اكتر ان هي تشد والموضوع يتاكس وعلى الجانب الشرقي يبدأ الجيش الروسي يهاجم شرق بروسيا في معركة تاننبرغ وينتهي الامر بأسر تسعين الف جنزي روسي بعدها بستة اسابيع يحصل انتصار تاني لالمانيا وتقتل تلتمائة وعشرين الف جنزي روسي وكل ده انهمسا والموجر بتحاول ان هي تختارت السيربيا لانشهر مع الاحداث دي تقرر الامبراطورية العثمانية ان هي تدخل في الحرب ضد روسيا احنا كلمنا قبل كده انه فيه طار شديد ما بينهم ورغم الاحداث والضرب اللي عمال يحصل في روسيا من المانيا وفيه احداث كتير حصلة وشديدة على روسيا لكن لما صدقت روسيا برضو ان الامبراطورية العثمانية دخلت في الحرب وبدأت تهاجمها في عقر ضرها الموضوع ده كله والهجوم الشديد ما بين الدول مش بس على حدود كل دولة لا الموضوع بدأ يمتد المستعمرات كل دولة في افريقيا واسية مثلا المانيا حاولت ان هي تاخد مستعمرات انجليزية زي كينيا الحلفاء بدأوا ياخدوا مستعمرات من المانيا زي توجو والكاميرون وبعدها ناميبيا وحاولوا يادو تانجو وتكلمنا قبل كده عن تحالف اليابان مع بريطانيا فبدأت هنا اليابان تشارك في الحرب بس علشان تاخد مستعمرات من المانيا على سبيل المثال ميناء تينكتاو في الصين ومن هنا بقى نبتدي نستشفى من الاحداث ان مواضيع الحرب ما كانتش بقى ليه علاقة بالاسباب الاولية اللي احنا حكيناها قبل كده بقى فيه تلكيك وناس بقت تزيد على سبيل المثال انجلترا بدأت لما عرفت ان الامبراطورية العثمانية دخلت في الفريق اللي ضدها فقالت خلاص بقى نبتدي نسحف على اراضي الامبراطورية العثمانية واخدت البصرة في 23 نبمبر 1914 قبل انتهاء 1914 فيه تفصيل غريبة جدا لقناها في المراجع يعني بتقول انه الجنود كانوا بياخدوا هدنة في عياد الميلاد والكريسمس اللي هما اللي ضد بعض اللي هما حلفاء ومركز مش فريق واحد لا اللي ضد بعض كانوا بيخرجوا ويلعبوا كرة ويعزموا على بعض بالاكل والسجاير والمؤن عادي جدا واحنا صحاب وحبايب وبتاع واول ما الهدنة دي تخلص بنعزله كده ويبتدوا يموت في بعض عادي جدا كأن مفيش حاجة حصلة اطلاق ندخل على 1915 المشهد كالأيتي الحرب بقالها خمس شهور في مليون واحد اتقتلوا روسيا بتخسر النمسا والموجر بتحاول تختارق سربيا ومش عارفة الامبراطورية العثمانية مشتبكة مع روسيا ألمانيا بتضرب في بريطانيا وفي الوسترن فرونت اي الجبهة الغربية فرنسا وبريطانيا وبلجيكا بيحاولوا يسيطروا على ألمانيا من خلال الخنادق فألمانيا بتفاجئهم بظهور اثنين ايرشيبس من نوعية الزيبلن نسبة للقائد الألماني فردناند فون زيبلين اللي راحت رامد قنابل على بريطانيا ها بريطانيا ما تسكتش تروح تغرق لألمانيا السفينة اسمها اسم اس بلوتشير في معركة دوجبانك وده طبعا شجع بريطانيا ان هي تبتدي تاني تمنع المؤل عن ألمانيا واحتمال ان المشهد يتعكس تاني وترجع في قوة ألمانيا ما كيتش عامل حسابها انو ده يحصل وتهزت جدا فقالت بقى تجيب الوش التاني فعلنت انو المياه الاقليمية لحوالين بريطانيا كلها منطقة حرب واللي هعرضي من هنا حتخه بالنار في دماغه وطبعا الكلام كان لأمريكا لان احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات انو أمريكا كانت بتدعم بريطانيا من تحت لتحت في الخفة وهنا بقى الحدوتة تتعكس وتبتدي ألمانيا هي اللي تحاصر بريطانيا وتمنع عنها المؤن وتعمل المخطط اللي بريطانيا كتعايز تعمله ان الاقتصاد يقع والناس تجوع وكل الحكايات الضرب عمال يزيد على روسيا من ناحية المانيا والامبراطورية العثمانية برضو عملت شتتها كل شوية ففكرت بريطانيا وفرنسا ان هما يخفوا الضغط عن روسيا ويبتدوا يلهوا الامبراطورية العثمانية وطبع احنا عارفين انه فيه جانب تلكيك كده مالوش اي معنى يعني ولا ليه معنى هما عايزين في الاخر ياخدوا اراضي الامبراطورية العثمانية فبيبتدوا ان هما يتدوروا على الامبراطورية العثمانية ويشتتوها ويسحبوها ويبتدوا يهجيموا على القسطنطينية والمخطط فعلا نجح لأنهما لما بدأوا الضرب في الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية العثمانية خفت الضغط عن روسيا وبدأت تتراجع علشان تدافع عن القسطنطينية بشراصها ألمانيا أباريتهم بالزيبلنز تمام تبتدي تنزل عليهم بالغاز السام غاز الكلورين ودي أول مرة يتم استخدام الحرب الكيميائية في العالم ألمانيا بدأت تستخدمها في معركة إيبر التانية في إبريل 1915 دي كانت صدمة بالنسبة للعدو هما مش عارفين يعملوا إيه فبدأوا يصنعوا أقنع للغاز للجنود والحصنة قوات الحلفاء هنا بدأت تهاجم جاليبولي علشان تسيطر على القسطنطينية وهنا الإمبراطورية العثمانية وقفت وقفة شارسة جدا استماتت علشان محدش يقرب من القسطنطينية وقد كان بدأت الحلفاء هما يتراجعوا لكن قبلها بيوم تحصل ما يسمى بمذبحة الأرمن ومذابح الأرمن دي عليها حوار كبير جدا ما بين الإمبراطورية العثمانية بتنفي تماما أنه ده حصل وبتقول أنه الأعداد المذكورة اللي هي يعني بيقال أن هي قتلتهم مش صحيحة وأنه عدد الأرمن أقل بكتير قوي من اللي كان موجود أصلا على الحدود وهي ما عملتش حاجة أكتر من هي نقلت الأرمن من على الحدود دي ودتهم صحراء سوريا مش أكتر من جدا أما من الناحية الأجنبية أو الأوروبية يعني فبيقولوا أن حصلت مذابح تعتبر تاني أكبر مذبحة بعد الهولوكوست في العالم والحد دلوقتي في حوارات والقضايا مفتوحة والإمبراطورية العثمانية يعني بتنفي تماما أن الموضوع حاصل وده طبعا تسبب في منع تركيا أن هي تدخل الاتحاد الأوروبي والحد دلوقتي الملفات مفتوحة والمناوشات وتركيا بتنفي تماما اللي حصل وبتقول أنه يا دوب الأرمن اللي ماتوا منهم كان بسبب الساعة على حدود يعني سوريا ونحية الشام مش أكتر من كده نيجي بقى الترنينج بوينت عظيمة وحتى أكشن كده جميلة قوي هتحصل ألمانيا أعلنت أن الماء الإقليمي اللي حوالين بريطانيا هي منطقة حرب واللي هيعدي هنا عن طوخه بالنار أمريكا بقى جمدة قوي ما بيهمهاش طبعا احنا عارفين موضوع ده فعدت سفينة أمريكية اسمها لوسيتانيا جاية من نيويورك وراحها ليفر بول ومشيت مختر جدا ألمانيا قررت أن هي تطخها بالنار وتغرقها كان عليها 1198 راكب عليهم 128 راكب أمريكي غير قوي وهنا بقى الرئيس ويلسن زعل قوي ألمانيا وكيتش عارفة السواد اللي هي دخل عليه والحركة المتهورة دي هتدفع تمنها ودنيا مش هتبقى لطيفة فقالت لهم يعني بمنطقة البرود كده ومستبيع خالص قالت لهم السفينة دي كان عليها سلاح وإحنا في منطقة حرب وأنا أعلنت وديت إنزار وإنتوا ما سمعتوش الكلام فإنتوا أحرار ندخل في معركة أختواء التانية ما بين فرنسا وألمانيا وتدعمهم بريطانيا وألمانيا علشان جاند قوي والسحر متحد كل شيء يطلع لهم بالزيبلينس والغاز السام وبعدين تدخل بقى عليهم بطيارات فاكر آين داكا اللي بتضرب نار دايريكت فبردو هم قاعدوا في حالة زهول لهم مش فاهمين دا إيه لإنها كانت أعلى تكنولوجي طيارات واتها إحنا لسه في 1915 وبريطانيا عملت دور يمين وشمال والدعب اسمين ممكن يجي يدعم موقفها ويقويها خصوصا بعض الضرب اللي عملة تاخده من ألمانيا لقيت في وشاعة إيطاليا وإيطاليا إحنا قولنا قبل كده إن هي كانت ماضية مع الحلفاء والمركز وبريطانيا كانت عارفة الموضوع دا إن هي ماضية معاهم ومع الناس التانين ولكن كانت عارفة إنه النمسا والماجر واخدة محتلة مقاطعة من إيطاليا جابتها وقالت لها إن أنت لو دخلت دعمتنا إحنا وقطعتي كل المعاهدات والحاجات اللي أنت كنتم تفقى معاها مع الناس التانين هنزبط لك موقفك مع النمسا والماجر وحتقدر تسترذي الأرض المحتلة منك وفعلا إيطاليا عجبتها الفكرة ودخلت دعمت بريطانيا في الحرب أول ما إيطاليا دخلت الحرب هي عندها تارجت إن هي تضرب النمسا والماجر زي بالضبط ما الإمبراطورية العطمانية كانت دخلت تضرب روسيا وفعلا عملت كده بس للأسف دخلوا في معركة عند نهر الإيسونزو وإيطاليا وقعت على وشاوكع بلت وهنا الناس بدأت تتعب شوية وتم استنزاف روسيا بشكل كبير لدرجة إنها بدأت تتفكك وده أمر ما كانش حد يصدقه وبولندا بدأت تظهر على الخريطة لأول مرة وكمان الإمبراطورية العثمانية ضربت جامد في معركة جاليبولي خصوصا من قوات الأنزاكس ومن هم الأنزاكس؟ هم قوات تابع لنيوزيلاندا وأستراليا كانوا دخلين بيدعموا بريطانيا وروسيا وفرنسا وتم تشكيلهم في مصر ومن أشهر معركهم باتل أوف جاليبولي ومعركة اليونان في الحرب العالمية الثانية والدنيا ما كانتش أحسن حاجة برضو في الخنادق كان فيه جابها حر وحشرات وأوبئة وأمراض وجابها تانية كانوا بيعانوا من البرد والأوبئة والأمراض برضو فاللي كان بريطلع فوق مش بيموت من الرصاص والضرب كان بينزل تحت بيموت من الأوبئة والأمراض بعيدا عن الموت في الخنادق بنبتدي نخبط في مصطلح آخر أو التشويل الذاتي الجندي لما بيدرب من العدو والضربة بس مش قاتلة يعني ممكن تعمله تشوه بتر أو إعاقة بيرسلوه لبلد وبيرجع تاني لبلد وبيسيب الخدمة فبدأت هنا تظهر حاجة غريبة أنه الجنود ليهم انتروفيوز ودوكومنتريز اللي عاش منهم يعني بعد كده بيقول أنه إحنا ما كناش فاهمين ليه في أرض المعركة إحنا بنموت بعض وبندرب بعض يعني بدأ الهدف بيبقى رماضي بالنسبة له مش فاهمين هم بيعملوا كده ليه وبيتسببوا يعني في قتل وإنهاء حياة شخص آخر فبدأوا يفقدوا الإيمان بالهدف ومش عايزين يعملوا كده فبدأوا يأذوا نفسهم بنفسهم أو يضربوا بعض من نفس الجيش يعني حد يبتدي يصاوب طلقة على إيد أو كف حد أو رجل أو أي حاجة يعني أنه هو يعمله إصابة أو بتر أو ممكن حد يعرض نفسه للعدو بشكل ما يعرض له إيد أو رجل علشان يضرب الرصاص علشان يرجع بلده فبدأت القادة تفهم الأمر ده فبيبتدوا يعرضوهم على محاكم بتهمة الخيانة العظمى طبعا محاكم عسكرية وبتحكم عليهم بالإعدام فكده مقتول وكده مقتول وفيه فيلم اتعامل على الموضوع ده اسمه لو حابين تعرفوا أكتر عن تفاصيل الناحية النفسية للجنود اتفرجوا علي نرجع تاني الأحداث وتقرر ألمانيا اللي ما بتهمتش نهيت غرق سفينة اسمها عليها 44 راكب منهم 3 أمريكان ومش ناوية جيبها البار أمريكا قفشت يا فوزية بدأت تبعط إنذارات صارمة وحدة ومباشرة جدا لألمانيا بإنه خلاص بقى كده انت جبتي آخرك ألمانيا بدأت يعني تقلق كده فبدأت تتعهد بعدم المساس من ناحية تانية الحلفاء أخ نسي إن في سربيا نمسا والماجر نازلة فيها ضرب ومش شايفة قدامها فقالوا لا يا جماعة إحنا لازم نحن الحق قبل ما تقع في إيديهم لكن كان بعد فوات الأوان بالغرية كانت انضمت لدول المركز وقعت سربيا فقال ندخل في 1916 في تطور صناعي وعسكري غير مسبوق فبالتالي عدد الموتة هيزيد ويكتر روسيا عمالها بتخسر قدام ألمانيا والإمبراطورية العثمانية عمالها بتخسر أصاد روسيا والنمسا والماجر عمالها بتضرب في سربيا وبتحاول برضو تضرب في الجبل الأسود وسربيا خسرت حوالي 60% من جيشها فيه ضمار شامل في سربيا كمان فرنسا وبريطانيا عمالين بيضربوا في ألمانيا الحالة مش ولابد خالص وطبعا طبعا أمريكا ما زالت أفشى ومش حننسى الموضوع ده وحنركز فيه في أحداث الحرب نرجع للاحداث مرة أخرى في معركة اسمها بيتم استنزاف فرنسا فيها وبوناء عليه بيتم طلب مليون جند إنجليزي للحرب من هنا ييجي مفهوم بروباجندا الحرب بيزيد جدا وبيشتد هم معهم الجنود بتوعهم وجنود على احتياط فهموا محتاجين شباب جديد أن هو يتطوع فيه شباب كان بيوافق وتمام بيروح يتطوع وفيه شباب تاني كان بيرفض الموضوع من ناحية دينية أو مفهوم اسمه الباسيفزم أو السلامية فيلم هاكسور بريتش كلم عن المفهوم ده بشكل مفصل أحبين أن تتعرفوا أكتر عليه تفرجوا على الفيلم اللي ما كانش بيحب أن هو يتطوع كانوا بيدولوا ريشة بيضة دي تدل على التهاون عن الواجب الوطني والجبن ومن ناحية تانية كان فيه ناس تحاول تتجنب العار ده وريشة البيضة ديه من هي تبقى فكانوا بيتطوعوا في الإسعفات وفرق الطبية بريتانيا نكحت تنين تستدرج إيطاليا بالفعل حصل بدأت تفكر بقى إزاي ممكن تزبط الإمبراطورية العثمانية بشكل آخر بعيد عن مواجهة الحروب كانت الثورات العربية هي الحل الوحيد اللي لاجأت له بريتانيا ظهور لورنس العرب لورنس آرابيا ومعركة مكة وبعدين بدأت تجزأ وتشتت في الدول العربية وده المخطط اللي بريتانيا فعلا نكحت فيه في سيف 1916 بدأ الحلفاء يشدوا حيلهم شوية على ألمانيا ورومانيا انضمت لهم انضمت للحلفاء وفي الشتاء 1916 يموت فرانس جوزيف سبب الحرب كلها ما حضرش سنتين من الحرب فاتوا سنتين المفروض إن ده يكون آخر فيديو على الحرب العالمية الأولى لكن إحنا هنقف هنا علشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم مليان تفاصيل كتير وهنخلي التفاصيل الأخيرة والنتائج إن شاء الله بإذن الله هتنزل اليوم لحد الجاي لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرا لليوتيوب شانل ولايك الفيس بوك فيج عشان حاليا محتمى مختلف عن اليوتيوب أشوفكم الفيديو الجاي تحياتي اشتركوا في القناة